هلو السلام عليكم وعليكم السلام تحت عمرك تفضلي تفضلي وعليكم السلام صراحة عندي بيتة عندها يعني 17 سنة هلو ايوة سمعك سمعك والله سمعك ايوة دكت سمعك كويس تفضلي عندي بيتة عندها دخلش يعني عندها 17 سنة وصبت تقول يا نايمة كده وهي صح يا لأ كله هي نايمة ايوة سمعتيني وانا بشرح دلوقتي بقول لو هي مسلا 17 سنة دي هتستجيب بسرعة جدا لانها عندها الارادة عندها اعلى من الاطفال الصغارين يعني مع اني بيجي لأطفال النهاردة انا سلمت عليهم وبقيت فرحان بهم جدا ان هم عندهم استعداد واسمعوا الكلام 17 سنة لو بتنام قبل ما تنام باربع ساعات على القلب مفيش اكله شرب دايما بقول مفيش اكله شرب بس الواحد يشرب مية عموما اللي ما بيكلش ما بيعطاش بس انا لو حسست اي حد ان انا حرمه من المية بالذات هيحس بان احنا مزنبينه لا يشرب مية لان لو شرب مية هيباولها قبل ما ينام هيباول مريطين مرة اول ما يصوم ومرة قبل ما ينام عباس محدش صحي حد بالليل لان لو صحيت الواحد بالليل جسمه بتعود على كده ويبقى انا معالكتوش يبقى انا قبل ما اتنام باربع ساعات على القلب في سنها ده مفيش اكله شرب معادة المية تباول مرتين مرة اول ما تصوم ومرة قبل ما اتنام مع علاج معين ان شاء الله لو جاد فرصة مليه لكم هتكلموني همليكم العلاج هتبقى زي الفل وهتمنع بس نصيحة ان العلاج ما نوقفوش على طول بنبدأ نستمر في العلاج من اسبوعين لتلاتة لشهر ما نزهقش بقى كويس جدا جدا واساق نبدأ نسحب نص العلاج وبعد كده لو جاد فرصة ادي علاج لأي يوم او يوم لأ وعيني على الانسة او على الطفل او ايحد عيني عليه وتجاوب معاه وانحنا فاهمين بيعمل ايه الطفل الصغير بشجعه يعني مثلا بقول له ايه انت خلي بالكم ان انا لازم الامور يقفها تعاون انا بالليل هو باجي عليه شوية والأطفال عناديين بالنهار هو باجي بقول له اساعدك انت خد مصروف زيادة هتاكل حاجة خد زيادة عشان بالليل ما يبدأش يحس بالحرمان قوي ويبدأ يعرف ان فيه حافز ان انا بطلب منه انه مثلا من بعد تاعة تمانية فيش اكله شرب عصائر او او فاكها بس بالنهار لو عايز فاكها ازود له شوية لو عايز مثلا حاجات شبسيات او غيره زيادة شوية لو عايز مصروف ازوده شوية بس يفسبيني يسمع كلامي بالليل المسموح له بالليل هو المية المية بكيميات لانه هو مش هيعتاش فلو بشرب شوية مية او الميسوم وقبل ما ينام لو مثلا في النص احتاج شوية غيره مش احتاج بعد كده لانه خوضها قاعدة وهقولها كتير اللي ما بيأكل شي ما بيعطاش لكن هو الاحساس بس لو انا سأقولت له احنا مثلا في رمضان كلنا لو مسموح لنا بالمية احتمال نصوم السنة كلها لكن يا الفكرة فكرة احساسك بالجوع ما بيقاش مدايك او زي احساسك بالعطش احساسك انك بعيد عن المية وانت شايفها قدام فانا لو بدأت ادلو شوية ما مثلا بعد تمانية ولو احتاج تسعة وعشر شوية ماية بس هيباول الاول وهيباول قبل ما ينام مش هيلاقي بعد كده اي كمية بيقول لان المية بتخرج من الجسم في خلال مثلا ايه نص ساعة اقصها ساعة يبقى بس الفكرة ان لازم الاهالي يعرفوا ان ما فيه التباول الاراضي كالتباول الاراضي مش مصيبة كبيرة وان التباول الاراضي له حل اللي عقد الامور تدخل غير التخصصات في علاج التباول الاراضي لما اشوف دكتور جي بي ممارس او دكتور اطفال بيعامل التباول الاراضي على انه عقدة كبيرة وانها مشكلة واكتب ادواء كتير وابدأ ان انا ادي تعليمات كتير واقول لهم اقوموا كل ساعة وصل الامر ببعض البلاد او بعض المراكز على مستوى العالم كله ان يعملوا كامبينج كده للاطفال دولم ويبدأوا يصحهم كل ساعة ويعملوا لهم جهاز انذار ويبدأ يحطولوا جهاز كهرباء كده بمنافسه الداخلية لما البول يبدأ يرشح الجهاز يعمل انذار فصح ايه ده ايه ده ايه الرعب ده ده افلام الرعب ارحم من كده الفكرة ابسط من كده بكتير ونشوف النتيجة الفكرة ان المسانة متعودة تفضي في وقت معين زي ايه يعطوا في الجسد هي فضت في ليلة والطفل ده يا ام عينة دي او نوم تقيل فبدأ خلاص تتعود انها تفضي في الوقتين زي ما انت بتصحى مسلا الساعة 6 هتلافسك بتصحى اوتوماتيك ساعة 6 من غير منابه ومن غير اي حاجة حتى لو ضبطت منبه عشان تقوم الساعة 4 هتلافسك ساعة قبله او ساعة مرة على المنابه وبقى يتصحى الوعدك العقل البطن بيضبط نفسه عقل البطن بتاع المثانة ده بتاع الحوض بتعود على كده انا اقلب الامور اقلب الامور اخلي المثانة تصحى الساعة كذا اليوم يتعود عليها مش هتلاقي بول او هتلاقي كيمياء قليلة بدل ما تنقبضها تنبسط هتنام تاني يوم هتنام تالت يوم هتنام يوم ورا يوم ورا يوم خلاص الامور انتهت هتبدأ تقلب العدد بتاعتها يبقى اذا فكرة ان انا اطرعب من علاج التبول الاراضي لا هو مش مرض ولا اشعات ولا تحليل ولا اشع على الظهر ولا فقرات مش كاملة مين قال ان الفقرات اللي مش كاملة تعمل التبول الاراضي غريبة فقراء اي مشكلة في الفقر اولا الاطفال الفقراء عظام كتير من فوق لتحت عظام كتير بتكمل مع البلوغ شكرا